اشتركوا في القناة عائدات السياحة التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 66% في الثلاثية الأولى من هذه السنة وأهل القطاع يطرحون أهم الرهانات لإنجاح الموسم الصيفي استشهاد فلسطيني برصاص قوات المحتل الإسرائيلي والرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الأقصى أهلا بكم وصحة شربتكم مشاهدين الكرام تم اليوم الانتلاق في تطبيق إجراءات نظام تقسيط الماء ومنع استخدامه في مجالات مختلفة إجراءات أعلنت عنها وزارة الفلاحة والموارد المائية بسبب أزمة جفاف غير مسبوقة تحاصر البلاد وتهدد الأمن الغذائي أرأ عدد من التونسيين بخصوص هذه الإجراءات رصدتها كاميرا الأخبار هو الحديث عن الماء بعد الانتلاق في اعتماد نظام حصص ظرفي لتوزيع مياه الشرب عبر قطع الماء يوميا لمدة تتراوح بين الست وسبع ساعات وذلك من التاسعة ليلا إلى حدود الرابعة فجرا بتغير حسب المناطق الإجراء جاء نتيجة تتالي سنوات الجفاف والتراجع المتواصل لمخزون السدود ليصل إلى 30% بلادنا معروفة من القرون اللي هي منقصمة علش وصلنا الانتجاه هذي علش مش عاشرة سنين التالي لازمنا نتأقلم معناه مع الظروف مع الشوح المائي مع المناخ جاي سخانة كل شي جاي سيف لنقصان الماء وكيفش يدوش كيفش بشي كيفش بشي عيش كيفش هذا يقصب واحد يتوضي هجيت كيش يعمل الماء اللي وصلنا له هذي هو في المنظومة المائية متاعنا وهذي ما عندش فيه الدخل لدولة ولا دخل فيه شيء ذا من عند ربي كنا نبذره في الماء كنا نبذره في الماء وما نش مستحفظين عليه الماء وهذا حقيقة هذي كان فيه وضوء كان فيه تدويش كان فيه غسيل أنا واحدة من الناس ساعدت تسبيل ننسيها خليها تقل بعض قرارات أخرى أقرتها وزارة الفلاحة شرعت معها تونس في تطبيق قرار التحجير الوقتية لبعض استعمالات المياه مرفوقا بعقوبات ردعية ضد المخالفين تتمثل في خطايا مالية وقد تصل إلى السجن وفقا لما ورد في مجلة المياه يطلب برشة ماء غسيلة السيارة وذلك القرار امتيحهم صايب معناه احنا مع القرار امتيحهم لا الاستعمال الماء بتاع السبل على خطر الماء الحيات وامام ازمة الجفاف غير المسبوقة التي تحاصل البلاد وتهدد امنها الغذائية يرى التونسي الحل في تجنب تبذير الماء وتوجه إلى محطات تحلية مياه البحر وفما حاجة معناه الدولة يجب تركز عليها تحلية مياه البحر دي جاءتها وفما نسمة وفما أربعة لخمسة مشاريع عنقور كان يعطيون أكثر توضيحات معناه هذه هي الحل الوحيد فما بعد برشة مشاكل معناها السيانة والسناد ومناجل الماء اولا التوعية ثانيا يلزم لقاء وقوانين في مخص الماء حتى لو كان احنا فما ماء ميزمش تبذير انا واحدة من ناس مع الشل المعوني كل عادة صدقني وليت قطرة 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 بصراحة ما يلزمنا نخاف عليه مش كيكة ما هو لي نحن مش للعبات بتبع بتبعج من حافظه للكشية الماء قاعدون وربي يدي لهم واشالله نفيقوا لكلها نفيقوا على الواضعنا شوية نحن يلزمنا نحافظه على الماء واشالله ربي يرزقنا بالغيث الطيب النافع هو الرجاء بغيث ينقذ البلاد والعباد ووعي يرافق المواطن في استهلاكه للمياه ويلتزم به الجميع حتى استعمالات المياه في مثل هذه النافورات التي تستنزف المياه الجوفية والمائدة المائية وهو ما قد يتحقق بجملة هذه الإجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتي ستتواصل حتى شهر سبتمبر القادم وفي بادرة لاستغلال الموارد المائية لاستغلال الأمثل بجهة المهدية محطة تحلية مياه الري بالمنطقة السقوية بيربن كاملة مشروع من المنتظر أن يمكن من التخفيض من نسبة الملوحة العالية للمياه في الجهة والتي أثرت سلبا على القطاع الفلاحي ما يقارب 50% هي نسبة تقدم أشغال اقتناء والتركيب محطة تحلية مياه الري بالمنطقة السقوية بيربن كاملة بالمهدية هذا المشروع الذي فقد كلفته 1500 مليون دينار يندرج ضمن القسط الثالث من مشروع التنمية المندمجة المشروع هذا أول حاجة يندرج ضمن برنامج تنمية المندمجة القسط الثالث والجيل الثالث كما تحبوا بولاية المهدية البرنامج هو اقتناء وتركيب محطة تحلية البئر العميقة بيربن كاملة معتها التكلفة متاعه تقريبا في الـ 1580 ألف دينار بالنسبة لمحطة تحلية وعنها مولد محول كهربائي تقريبا بـ 80 ألف دينار أشغال حاليا تقريبا بنسبة 50% متقدمة تم تركيب الخزانات حاليا ما حتى تحلية قاعد تحضر في المصنع متاحها بدأنا في سبتمبر مؤمل إن شاء الله في ظرف شهرين ولا ماكسيموم ثلاث شهور يكون جاهز حاليا 7 غرام الملوحة بش نحاولو نوصلها للـ 1.5 ولا 1.6 هذه المحطة التي ستمكن من تحلية مياه الري هي التجربة الثانية بولاية المهدية من شأنها تخفيض من نسبة الملوحة العالية التي تعرف بها المياه بالجهة أحنا في التار ديما الحرص على أن يستغلل كل موارد المائية المتاحة بالجهة وخاصة أن الموارد المائية في جهة المهدية تتميز بملوحة مرتفعة شوية من درجة المشروع هذه هي تحلية المياه بمنطقة السقوية بالبن كاملة المشروع هذه ليس يكون عنده قيمة مضافة كبيرة برشة يعني بشوفر الماء لكل من منطقة السقوية هذه وتجربة ثانية كفيرات المهدية لتحلية المياه بالمنطقة السقوية إن شاء الله بيش تكون ناش حضرة في التار ديها ورغم أهمية المنطقة السقوية ببيربين كاملة التي تمسح أكثر من 150 هكتار تواجه الفلاحة ندرة وملوحة المياه بالمهدية المياه بالمهدية هنا ملح برشة والله نعيش بالمياه الموجودة عنه كان عنا صنطاج فيه 4.5 جرام طحن نومبان طوى عنا عامين فانتولين نسلفهم المياه من جمعية أخرى وفي انتظار أن تنتهي أشغال هذا المشروع في أجاله يمن الفلاحون بالمهدية بالعمل أكثر على توفير موارد مائية أخرى لمواجهة شح المياه قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب إن الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء ما وصفته بالصفحات المشبوهة التي قامت بتسريب صور ضوئية لترسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجية وذكرت في بيان تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات بالمعلومات والوثائق مشددة على أن كل طرف خلف القانون سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسة الدولة ومحاولة ضرب علاقتها الدبلوماسية في الخارج وفق نص البيانة ووفق المصدر ذاته فإن التسريبات التي يتم تدولها على هذه الصفحات والمتمثلة في صور ضوئية لترسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من الأبحاث تحقيقية يفترض أنها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للإيهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمرهم على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفق ما ورد في نص البيانة في شأن آخر وحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي الصادرة الاثنين الفارت ارتفعت عائدات السياحة التونسية في الثلاثية الأولى من هذه السنة بنسبة 66% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارتة تأتي هذه المؤشرات في وقت يطرح فيه أهل القطاع رهانات وتحديات من أجل إنجاح الموسم السياحي الصيفي نتابع كشفت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة سجلت إلى غاية العشرين من مارس الفارت زيادة بنسبة 66% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2200 لتبلغ 881 مليون دينار يأتي ذلك في وقت أعلنت خلاله وزارة السياحة تواصل تحقيق الأرقام الإيجابية من حيث المؤشرات سجلنا كذلك نتائج إيجابية على مستوى عدد الوفيدين الذي ابلغ إلى موفع عشرين مارس من سنة 2023 1.4 مليون سائح بزيادة تقدر بـ 11.8% مقارنة بـ 2019 وهي نتيجة طيبة الغاية بالنسبة لليلي المقضات سجلنا إلى موفع عشرين مارس من هذه السنة أكثر من 2 مليون ليلة سياحية تقريبا 2.2 مليون ليلة سياحية بزيادة تقدر بـ 7.7% مقارنة بـ 2022 يوم المرشي يتقسم على ثلاثة مرشيات عن المرشي اللوكال مع الجزائري والليبي عن المرشي الأوروباوي خاصة فيه المرشي الكلاسيكي اللي هو الفرنسي والألماني والإنجليزي وعن المرشي بيدلاست اللي هو قاعد معنا نتور فيه وقد ساهم تنويع المنتوج السياحي حسب سلطة الإشراف في تحسن المؤشرات السياحية منذ سنة الفارطة وزارة السياحة قاعدة تخدم بجميع هياكلها على تنويع المنتوج السياحي وثم برنامج هو ليروت تيماتيك اللي قاعدة تخدم عليها وزارة السياحة اللي هم في الحقيقة ساهموا في تنويع العرض السياحي وفي جذب واستقطاب أكبر فئة من السياح واعتبرت الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن إنجاح الموسم السياحي الحالي وخاصة فترة الصيف أمر ضروري يمر خصوصا عبر تحسين الخدمات والعناية بالبيئة أهم حاجة هو النظافة والبيئة بيش نجمو معناتا نكون في المستوى ونضمن القدرة الترافسية لوجهة بتاعنا كجامعة تونسية للنزل عملنا مع التعاون الدولي بعض دورات التكوين المهني الحمد لله نقول إن شاء الله فما موسم واحد لكن نحن حاضرين لا نحن حاضرين 100% نرجم ونداركوا بالعمل وتكاثف العمل خاصة بالتفاعل اليوم عنا عدة مشاكل في النقل الجوي في النقل البري اليوم عنا أزمة متع خدامة متع فورماشيون متع كفاءات اللي هما فما لي خرجونه فما لي خرجوا روتريت ما تم التعويض متعهم مع انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي تشير الأرقام إلى أن القطاع السياحي بصدد استعادة عافيته في تونس لكن يجب التركيز على تدارك النقائص من أجل أن تكون تونس وجهة سياحية مفضلة وفي سياق الحديث عن المجال السياحي من بين الوجهات السياحية الجبلية والإيكولوجية والبيئية تحتل الجبة من ولاية باجا مكانة متميزة بخصوصيات تجلب إليها الزائرين خاصة خلال هذه الفترة من فصل الربيع حيث تنشط الحركية الاقتصادية والسياحية بالجهة في الورقة التالية نأخذكم مشاهدين في إطلالة على الجبة الساحرة أو الجنة المعلقة بين السماء والأرض كما يحل للبعض تسميتها هنا في هذا المكان بين جبل القرعة وسهول تبار الفاتنة من ولاية باجا تتربع الجبة أو الجنة المعلقة كما يحل تسميتها في هذا المكان الذي مرت به عديد الحضرات وبحلتها الخضراء الجميلة تستقطب جباء الزوار من كل حدب وصوب عليها يقبلون للتمتع اشتاء بالعيون الطبيعية الجارية والشللات المنامرة وبما اكتست به من خضرة تنعيش الأنفس وتسر الأعين جينا نتفرهدوا عند درجتنا لهنا جينا عطلة سياحية ديما نتفرهدوا لهنا منطقة برسم السياحية لازم الاستثمار فيها لازم الاستثمار سياحة برسمي سياحة داخلية فيها حاجة حاجة ما شاء الله جيت مع العائلة عجبتني ياسر ومشجعة أي عائلة تهزة صغارها لهنا عليش تتخمم انها تخرج خارج تونس قالوك نحن عنا لهنا بلايس اللي نجموا وتفرهدوا فيها ومشجعة للسياحة الداخلية وفي الربيع يأسر سحر الطبيعة في جبا ومكوناتها الفريدة المتنوع القلوب فيتضعف الإقبال على زيارتها مع بداية عطلة الربيع للتمتع ليس بجمال طبيعتها وما تظفيه في القلوب من سكينة وودوء فحسب بل بأكلاتها التقليدية المختلفة فتنتعش الحركية الاقتصادية والسياحية بلجها قدم في أكل ملاوي عندي نعنيع عندي شريحة عندي شرب شعير فريق أخضر زي تتعرف أكثر الجب نحن نقول له من 2017 الزوار كثرت عنه واللي يجي للجب ما روحش نادم والجب منطقة سياحية به هي بارش هي منطقة خضرة في ربوع الشمال الغربي هي منطقة أيضا تمتاز بنوعية سياحة جبلية وسياحة بيئية وسياحة ثقافية تؤسس إلى هذا المنحة وأيضا استقر فيها الإنسان ما قبل تاريخ إلى يومنا هذا نتيجة لوجود جبل القراءة وعيون الطبيعية وشجرة التين منطقة لها مهارات أهلية جعل من سكانها مذيعفين وجعل من هذه المنطقة منطقة قابلة لزوار وقابلة أيضا لاستقطاب السياحة الجبلية ولأجار التين المروية بالمياه العذبة في الجبا مكانة مهمة في المنطقة وفي تقاليد سكانها إذ شكلت بدورها جزءا لا يتجزأ من مخزونها الحضارية وموروثها الثقافية تتواصل خلال شهر رمضان حملات المراقبة الاقتصادية لعدد من المواد الاستهلاكية وخاصة المدعمة منها في مسعى للتصدي لأشكال المضاربة كافة كاميرا الأخبار رفقت في سوسة إحدى الحملات الموجهة للمقاهي ومحلات صنع الحلويات لا يوجد أحد في البلدينة لا يوجد أشكال وين موجوده في المنطقة الباية القهوة وين موجود القهوة وين موجود سكر حتى برس ما عنده سكر غضوة نوجهوك نجيب معاك الوثائق القانونية للمقامتك ونوجهوك تمشي تتزود بالسكر الصيني هكذا رد عون المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة خلال حملة مراقبة للاستعمالات القانونية للمواد المدعمة لعدد من المقاهي بالمدينة العتيقة بسوسة خطوة المقاهي يخدموا معناها بالسكر الصيني أنه يتم التثبت من الفاتورة معناها المصدر انتاحها السكر الصيني ما هو متوفر كما قلوا أنا متوفر بكمية تقليل عندي واحد نتعامل معه يعطيني إشكارة في الشهر ويتسمى ملعا ليافا هذه الفاتورة متاع السكر تم الاستدهار بها بالنسبة لقعدت له فاتورة البن غدوة تم استدعائه غدوة بشيجية بيجي بنا الفاتورة متاع البن يستدهر بها وكان فما مشكل معناها في التزود مادة السكر نحن كإدارة جهوية لطول ندق حملة مراقبة ليلية عززتها مختلف الفرق الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة لم تستثني أيضا محلات صنع الحلويات وبيعها التي يزدهن نشاطها خلال شهر رمضان متوفق موقفنا اش نمشو اللي دي وانا تيجعل ناخبه السكر بتاعنا كان سوم ولا سوم نزيد يعني في المدة الأخرينية تومرتين وقتا نمشو ناخبهم بالصوم الجديد بطبيعة حال احنا مع التحسن الملموس في تزويد الأسواق من مختلف المواد خاصة مادتي السكر والقهوة وعلى مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان الفرق المراقبة تمكنوا من القيام بقرابة الالف وخمسمائة وسبعين عملية تفقد ومراقبة والتي أسفرت عن رفع ميتين وستة وثلاثين مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالاحتكار بالترفيع غير القانوني في الأسعار بعدم إشار الأسعار وغير ذلك من المخالفات الماسة بنزاهة وسلامة المعاملات التجارية هو عمل دؤوب وواجب وطني يتعوب المصالح الرقبية الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة لمقاومة أشكال المضاربة والتصدي لمظاهر التزود عبر المسالك غير القانونية السوق المركزية بتوزر مكان يرتاده عديد المتسوقين قبل الإفطار وفيه تعرض مأكولات وصناعات تقليدية خاصة بشهر الصيام جولة في هذه السوق نتعرف من خلالها على خصوصيته يشهد المحيط الخارجي للسوق المركزية بتوزر حركية اقتصادية نشطة خلال شهر رمضان المعظم أين يتفنن البعاء في إعداد مال الذواطاب لفائدة الحرفاء من أكلات وحلويات والتي اتهافت عليها الوافدون على السوق بيعوا فيش طراص علوش لفاحات متاعه ذهر لي سبيسيال لفاحات متاعه سبيسيال لدياري اللي هو لفاحات بسيفة عامة كل ثوم الكل كروية على بعض الكل والمواطن يقبل عليها في رمضان اي نعم يحبوا 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 جريدية بسيفة عامة يحبوا كل حاجة دياري هرقمة زادة متاع العجول هرقمة هذي هذي هرقمة هذي حاجة فهمت ولا هذي ما تخلاش من كل معناها الدار معناها في حبه وبرش الأكل هذي في رمضان هذي جريدية تزرية مياه بالمياه مياه بالمياه والحلويات هذي تبع كم في رمضان هذي في رمضان كان في رمضان خاصة طلاء أوين الفخار بالقطران من العادات أهل الجريد في هذا الشهر الكريم القطران هذه عادة قديمة نحن أبقى مدنية وحشاية شيء ما يقطروها ما من ذاكباش وتبدل المطعم الماء وتوفيها راحة طيبة كما تفوح رائحة بعض الأكلات التقليدية وخبز طابونة ودقلة النور التي تزين أغلب المحلات بتوزر نحن تشوي خبز طابونة نتعى نتعى توزر نحن نعودهم الخريف نعودهم حذرينه ومستكين في الفريقوات وفي كذا الرمضان أبقى ما في حد شيء رائحة به بصير لديك معتاير السم rapidly شعار على ذاكي ليس فهمها الحركة التجارية في شهر رمضان المعظم في مدينة طوزر ساهمت ولو بشكل ضرفي في إيجاد حلول ومورد رزق لعدد العائلات وتخفيف ضغط المصاريف التي ترتفع بشكل كبير خلال هذا الشهر المعظم وفي سياق متابعتنا لأجواء رمضان في مختلف المعالم الدينية والتاريخية في رمضان ندعوكم مشاهدين إلى جولة في مقام الصحابي الجليل أبو الباب الأنصاري في مدينة جابس مدينة جابس هي واحدة من مدن الحالم التي يقترن اسمها باسم الصحابي الجليل أبي الباب الأنصاري فلا يدخل أي وافد جديد إلى المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله وخاصة في هذا الشهر الفضيل زوار من كل مكان جونا حتى من السعودية وجونا حتى من المغرب العربي كلها من مصر يجوزوروا في مهرجان سيدي بالبابة كان يقام في المكان هذا في رمضان في مسبقات قرآنية مسبقات المدائح والأذكار ندوات علمية محاضرات علمية كان يجب أن يكون في المقام العظيم هذا وهذا الحمد لله كي نقوله جابس نقوله سيدي بالباب وعلى مر العصور والأزمان ظل هذا المقام شامخا بفضل ما تحظى به مكوناته التي تشمل ذريح الصحابي الجليل والصحن وفضاء المدائح والقرآن والساحة الفاسيحة من صيانة وحناية وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة جميلة عند خصوصية هذا المقام القديم أبقى سخل ربي راجل أعمل توسع التوسع هذه كان نفعتنا في المهاردين تعسين الباب ما ستكون يكون فيك التوسع هذه مقام صحابي جليل عامر على طول العامة بل بات زيارته موعدا روحانيا أسبوعيا لأهالي مدينة جابس الأخبار الدولية نستهلوها من الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث استشهد شاب فلسطيني وتم اعتقال آخرين عقب اقتحام قوات المحتل الإسرائيلية المسجد الأقصى وقد أعلنت عدة بلديات بالنقب المحتل الإضراب الشامل غدا الأحد احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الشاب الفلسطيني محمد العصيب استشهد عدبا بسلسلة بالمسجد الأقصى إثر إصابتي برصاص قوات الاحتلال التي عادت إلى الأقصى وحولته إلى مصرح عمليات ترهب فيه المصلين والمعتكفين ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان الكريم اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المصل القبلي من المسجد واستخدمت القوة بحق المصلين بزعم أن قواتها تعرضت لمحاولة سرقة سلاح كما أغلقت البلدة القديمة في القدس بشكل كامل واعتقلت عددا من الفلسطينيين الرئاسة الفلسطينية سارعت لأزدار بيان نزاة طورات الأوضاع في المسجد الأقصى حذرت فيه من خطورة التصعيد الإسرائيلي في المسجد وأكد الناتق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل برودينة أن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وأحياء القدس والاعتداءات على المصلين خطير ويوتر الأجواء وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاستبزازات مطالبنا الجميع بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اتفقت مصر وسوريا اليوم على تعزيز التعاون وذلك خلال أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجي بعد تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلفاً للموزنبيق انتقدت أوكرانيا بشدة هذه الخطوة ودعت الأعضاء الحاليين للمجلس إلى التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة تولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري كل شهر وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس خلال شهر فيفري 2022 فترة انطلقت خلالها الأزمة الروسية الأوكرانية وقال الكريملين سابقاً إنه يخطط لممارسة كل الحقوق أثناء توليه المنصب إجراء وصفة أوكرانيا التي تعيش حرباً مع روسيا منذ ما يقارب سنة وصفته بالخطوة المخصية والضرب الرمزية لنظام العلاقات الدولية كما اعتبر وزير خارجية أوكرانيا رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة في وجه المجتمع الدولي وأدعى في المقابل الأعضاء الحاليين للمجلس إلى التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة كما انتقد مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إيران أيضاً التي تتهمها كيف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة منها مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت وفقه أضراراً بمرافق البنية التحتية الأوكرانية إلى جديد الساحة الثقافية الآن وتحديداً قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذي الأقليبي مع هذه المواكبات لعرض الحذرة للفاضل الجزيري وذلك في إطار احتفالية رمضان في المدينة رقص وإنشاد وأنوار وألوان وبحور من الشعر تموج بمفعول مضامينها الصوفية جمهور قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذي الأقليبي في عرضاً ثني فيه الكثير من النقاء والصفى والتجديد عرض الحذرة لفاضل الجزيري قاعدين نحاولوا باش نكونوا أكثر ما يمكن أقراب من مكل جودة اللي الواحد يحلم بيها وديما يحيس خايب روح ووصل لها وهي ديما هيربع عليه وذياش خلينا نجيو الليلة ونصروا العرض بدءاً سقونادئاً ليفتع تدريجياً مع أغاني صوفية امتزجت فيه نغامات ساكسفان والجيتار والدفوف والتصفيق بالأكف وغيرها من الإيقاعات الأخرى في مشهد موسيقي أبرز فراء التجربة الصوفية في السياة اللوحات الصوفية أدى جزء الآداء الغنائي فيها مجموعة من الأصوات الشجية والتي سعى من خلالها الجزيرة ضمان عصري الاكشاف والدهشة موسيقى نستعمل فيه آليات اللي هي أقرب ما يمكن من المتلقي من الجمهور جمالية اللي هي أقرب ما يمكن منه أول واحد نعرفه في الحضرة فاضل الجزيرة هذا العرض الذي حاول فيه فاضل الجزيرة الإبهار إخراجاً ومضموناً تواصل على امتداد أكثر من ساعتين في أجواء عنوانها صفاء الروح ونقاء النفس ترجمة نانسي قنقر